السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو رح نتعرض الى كيفية عمل قوز أسايمنت رح اشوفكم شون نسوي القوز أسايمنت بخمس دقائق فنجي على الـ Classwork نضغط على Create نروح على القوز أسايمنت يمن نضغطها رح اوتماتيكيا رح يفعليني الـ Google Form ويسوييني Google Form as a Quiz نجي قاني شو سوي؟ أكتب التايتل مثلا التايتل مع هذا الكوز هو كوز حول الجيميا كوز جيميا الكوز أبدي هنانا أختار طبعا هنانا قاني بكل مبدئين لان كلاس مم هي بصورة تامة ودا أسجل الفيديوهات واني دا أشتغل بالكلاس فهنانا رح أسوي هذا الكلاس سويت التايتل أجي على هاي الفورم هاي grade importing طبعا إذا أنت مستخدم إيميلات رسمية لgrade importing كلش useful tool يعني كلش مهمة كلش مفيدة فأجي أضغط على blank quiz رح ينفتح لي شنو تفتح لي Google Form طبعا هنانا بالGoogle Form تقدر أنت تغير تغير الاسم مثل ما شرحنا بالGoogle Form شون نسويها اللي هي blank quiz هنانا رح أكتب أيضا جيميا quiz أضغط هنانا المفوض تتفعل أوتماتكيا بس ما تفعلت هجي أكتبها آني بإيدي Gmail quiz هنانا طبعا شنو رح آني أقدر شا سوي أقدر أكتب سؤال سؤال مثل ما حتشينه بالمحاضرات مع الفورم طبعا هذا كله أنتو تعرفوه باعتبار أنه أنتو عدتكم الفيديوهات مع الفورم وشفتوها أنا سرح أشوفكم شون رح أسوي الانتحان بخمس دقائق باستخدام import tool وال question bank رح أعتبر أنه أنا عندي question bank رح أسوي import رح أجي أختار مثلا إذا عندي إذا كان عندي question bank طبعا هذا ما عندي question bank خاص بال Gmail apps بس إنها رح أسوي أستخدم الأسئلة اللي أنا مستخدمها سابقا فرح أروح على على هذا عملي التهاب لين هذا كلش أحبه فأسوي select رح تطلع عندي هنانا كل الأسئلة اللي بهذا الكوز فأنا رح أجيش أسوي أسوي select all وأسوي الimport بس أنا فكرت قلت نو أنا ما أحتاج المجموعة بهذا الامتحان فأنا أسوي دي select مثلا ما أريد أريد كل الأسئلة ما عادها هذا السؤال much type of inflammation ما أريده همينا أوخر هذا السؤال فأختار ذني الأسئلة اللي هنا موجودة رح أسوي الى import question رح مباشرة هساني ش عندي عندي الأسئلة بكامليتها الكوز كامل هو والsetting الأسئلة اللي أجدت هي والsetting من البنك بس هنا أنا سيحتاج لي فقط ترتيب اللي هو section 3 اللي هو موجود كامل أجي عنه section 2 أنا أريد هذا السؤال يكون هذا السكشن ما أحبه ما أريد هذا السكشن أريد هذا السؤال يكون خارج هذا السكشن ويكون هنا أنا الإسم الثلاثي أريده بالبداية رح أجي هذا هنا أنا أخليلين أريده يسوي collect email addresses هنا أنا هذا لوحد هذا العنوان ما أحب ما أريده أو مو هذا العنوان ما أريده لا، أريد هذا العنوان لكن ما أريد هذا أريد هذا إليا هدى أرى إ예 ه Belarus سوي إن خارج السكشن رح أزلزلها هتشي أجرهن واحد واحد أجز المننانا وأجر خارج السكشن أروح فأسؤال الثاني أسوي لـة click وأجر خارج السكشن وثاني سؤالي نصبر الخارج السكشن هذا سكشن الثالث صار فارغ اقدر اسوي بسؤال اللي هو file upload في حالة واحد راد يحمل لي الملف يسوي ليه هنا انا حكت file upload file upload هنا احوله الى file upload هنا انا راح اكمل هنا اقول continue واقول allow specific file انا دائما احب pdf اقول لها file 1 10 ميجا بايت هنا انا 1 جيجا بايت كلها كافي اقدر اسوي اكثره بس اخلي كافي هذا required ما اسوي required ما احتاجه لان وهنا هسا اجيت academy setting هذا الانسر key 2 point not required multiple choice question اجي هنا على هذا السؤال اللي هو multiple choice question وعلي الانسر key هاي خلاص هنا الاسم الثلاثي هنا انا حكتب email 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 هنا انا رأس نصار short answer ونعرف احنا ونصير عندنا short answer شو نسوي response validation نسوي response validation راح نسوي هنا انا نختار text ونختار email address خلاص خلاص امتهت اجيت academy setting ما انتين اول ما اروح اروح على القوز اشوفه صاير القوز هاي اولا ثانيا immediately after each submission قلنا ابدا نسويها immediately دائما نسويها later after manual review نجي على اذن الخيارات قلنا اول خيارين نوخرهم ليش لان مريد الطالب يشوف correct answer ومريد الطالب ونشوف missed question نرجع على presentation نسوي قلنا show progress bar shuffle question order show link to submit another response لا هاي مريدها لازم تقول طالب يشوف submit one response only هاي ال confirmation message هاي موجودة هنانا ماكو داعي اغيرها general نيجي هنانا collect email addresses احنا مسوي صاح ليش هو صاير automatic لي ليش لان هو قوز هنانا restrict to the university of Baghdad ايضا مسوي لا صاح لان احنا نريد فقط users from the university of Baghdad يسوين هاذا القوز في حالة الاساتذ الموجودين من خارج الجامعة رح يساعلهم class خاص بيهم هنانا limit to our response ماكو داعي اختارها لان هو قوز وحن طريق ال classroom فما يقدر يسوي another response edit after submit ما اريدها summary chart ما اريدها one gigabyte كلش كافي وقل له save ماكو داعي اسوي send ماكو داعي اسوي ايشي مجرد شسوي اغلق الصفحة لان بعدها هي الان all changes save to the drive اذا اغلق الصفحة هاذا هو الكوز هنانا حاضر البلانك الكوز حاضر هنان اجي all students فقط لهذا الكلاس هنان هذين الكلاسات اقدر اختارها بس انا اريد اسوي فقط لهذا الكلاس البوينت معنين رح نشرحها فيديو منفصل لكن هنان انا حسويه اني ten point على هاذا الكوز لديو دايت حدد الديو دايت مثلا انا اريده اه ديسمبر اه ديسمبر 5 الساعة اثنعاش بالليل فهو يسويك 11.59 بي ام ربرك ما عندي ربرك حاليا assign لا ما اسوي لassign لان اريد اسوي يوم اله حسوي ال schedule وحسوي ال due date سويته يوم الخي يوم السبت يوم خمسة فهذا رح يطلع هذا الكوز يوم 4 8 am الصبح schedule that's it لكن خطأ الخطأ شنو هاذا الخطأ انو هاذا الكوز ما خليتها بالخارج انا اريده داخل التوبك فراح ارجع اسوي الى edit وارجع هنا اختار التوبك اللي هو gmail app وانانا ش هسوي schedule من جديد رح سيطلع هاذا ش اسم ال القوز وين موجود بالgmail app لكن مضرده لكن طالع gray in color shaded هنانا معنطة شنو معنطة هذا بعد scheduled for December 4th هنانا هذا ما يشوفو الطلاب فقط الاساتذة التدريسيين اللي موجودين بهذا هنانا فتقد التدريسين يشوفو الطلاب ما يشوفو الحد ما ينعرض على الجميع يوم دسمبر 4th 8 AM شكرا جزيلا موسيقى موسيقى موسيقى